فكل واحد فينا يا جماعة عنده ذكرياته المتعلقة بطفولته بالتحديد ودي أروع فترة عشناها أكيد في حياتنا منتهى البراءة مش شايلين هم حاجة كل حاجة في الدنيا بتتعمل لنا طيب فعندنا ذكريات مذهلة مع حضيقة الحيوانات في الجيزة حضقة الأرمان حضقة الأسماك رحلة الأهرامات سقارة وأهرامات التلاتة وسقارة وابو الهول فترة من الفترات وإحنا في سنة ورحلتنا للقصر وأسوان وبالمناسبة هنتكلم على الأسوان النهاردة برضو شويتين كده حلوين وهكذا ذكرياتنا دي استحالا فرط فيها عارف يعني إيه بن قدم يفرط في ذكرياته ولا مش عارف التفريد في الذكريات مش إنك تنساها إحنا هيجي علينا وقت هنبقى بلغنا من العمر أصعبه هننسى بالزهايمر وبالسن وبالشيخوخ لكن التفريد في الذكريات إن إحنا نفرط في الحاجة اللي ارتبطت بينا وارتبطنا بيها بوجدانا وبطفولتنا ونشقتنا ومراقطنا وشبابنا وما إلا ذلك مش هنقدر نفرط في حضيقة الحيوان اسمها جنينة الحيوانات كمان إيه حضيقة الحيوان اللي أنا بقولها دي مش هنقدر نفرط في جنينة الحيوانات أنا لا أستطيع أنا يوسف مواطن مصري عنده 48 سنة في فبراير اللي جاي أنا مش هفرط في جننت الحيوانات مش هسمح بكده مش هقدر هحس انك انت بتقططع جزء من دماغي من عقلي مقدرش وفعلا فعلا أنا قلت لسائد بالقصير وزير الزراعة من سنة تقريبا والله وأرجو ان هو حتى يفتكر ده حضقت الحقيق ومرة قلت له احنا هنا على فكرة في البرنامج وكنا بنكلمه عن تليفون قال لي ما تقلقش خالص عندنا خطة كبيرة وان شاء الله خير طيب جات الدولة قالت هنطور حضقت الحيوان بدأت بعض المواقع الالكتروني أول ما الدولة قالت كده وده زي الزبط اللي بيغيز زي ما كنت بتكلم مع زميلاتي العزيزات نطور الحضيقة انتوا هتعملوا ايه هو ده وقته وأنا زعلت قوي من الناس اللي قالت هو انتوا هتعملوا ايه هو ده وقته وهقولك ليه لأنه في كل وقت ده وقته أصبر طيب ولو ما تطورتش وبازت أنا وناس كتير ملايين في البلد دي هيجي لنا حاجة تجي لنا حاجة البناء يقف لو حصل حاجة ويحشة في جنينة الحيوانات لو شجرة بازت في حديقة الحاجة هيحصل لنا حاجة لو جزرت الشاي الشهيرة حصل لا حاجة هيحصل لنا حاجة فلو حصل حاجة في جنينة الحيوانات وطلتها يد الإهمال وحصل بوزان وأشجار ماتت لقدر الله وكذا وكذا الدنيا هتقوم لقد ترك تموها حتى طالتها يد الإهمال ودبحتها الإهمال ودبحتها المش عارف إيه طب نعمل إيه شوف حصلت الدولة إحنا عنطور الحديقة هب بعض المواقع صفحات فيسبوك ناس على تويتر اوعى الترند حديقة الحيوان يجي البيان يا جماعة حديقة الحيوان وحديقة الأرمان ملك وزارة الزراعة وتحت ولايتها وما تقلقوش اشتركوا في القناة